على وقع ترنح الهدنة في سوريا يتصاعد القلق من تعثر مفاوضات أستان المرتقبة بعد 11 يوما من دخول الهدنة التركية الروسية حيز التنفيذ لم يوقف النظام عملياته العسكرية في وادي برادا بريف دمشق بل صعدها ليقول الأسد أخيرا إن المدينة خارج مضلة اتفاق وقف النار التصعيد في وادي برادا دفع بالجيش السوري الحر إلى أبلاغ تركيا بوقف العمل باتفاق الهدنة والتأكيد على عدم وجود أي تحضير للمشاركة في مفاوضات أستان المقررة أن تعقد برعاية تركية روسية وحول هذه المفاوضات يعقد اجتماع تركي روسي في أنقرة لتذليل أي عقبات أمامها في أستان نهاية الشهر الجاري وطبعا سيبحث الطرفان الانتهاكات المتكررة للهدنة التي اعتبرتها فصائل المعارضة بحكم المنتهية ويسعيان لإيجاد حل لما يجري في برادا ومن المقرر أن يلتحق باللقاء التركي الروسي ممثلون عن المعارضة التي وقعت على اتفاق الهدنة مطالب المعارضة في اللقاء تتمثل بوقف عاجل لإطلاق النار في وادي برادا وإدخال لجنة أممية للوقوف على الخروق بالإضافة إلى سماح للجان الصيانة التي يمنعها النظام بالوصول إلى نبع الفيجة وصيانة مجرى المياه الذي يغذي العاصمة دمشق اشتركوا في القناة